في الزمن القديم كانت الجزية تعطى كدليل على الخضوع أو كثمن للأمن وهذا زمن ولا لكن يشاء القدر أن تعود في العراق الجزية على هيئة رشوة أو قل إنها ضريبة غير قانونية وهذا زمن حاضر تهدم فيه فرص البناء رغم أن العراق المزدهر فيما مضى يعيش اليوم تحت مقصلة الجلاد والجلادون اليوم كثر فبعضهم يمتطي جواد القبيلة وباسم العشيرة يشوه سمعتها فيتقنع بها ليصنع خرابا مستمرا خرابا يفقد العراق ما يقارب ستة آلاف مشروع استثماري كما يوثق موقع المونيتور بين عامي 2008 و2019 خوفا من انتقام بعض المجميع المسلحة وأصحاب السلاح المنفلت التي تنتهج أساليب فرض الدفع على المستثمرين الأجانب عربا كانوا أو غربا بعض هذه العشائر يقول المونيتور إنها تعمل على التقنع بغيطاء الدين كالحصول على أموال من المستثمر بغية بناء الأضرحة الدينية البعض الآخر منها يدعي امتلاك أراضي مهجورة من الدولة بحجة إجبال المستثمر على الدفع مقابل تسهيل عمله أو مشروعه الدولة العراقية تخسر الضعف في حال تسهيل أي مشروع للمستثمر وهذا مثال يشبهه العشرات لكن النتيجة الحاصلة تكسر خطة الحكومة التي سرع الكاظم منذ البداية على أن يبني جسرا بين المستثمرين والدولة نفوذ البعض أو اتباع لغة الإجبار على توظيف شباب لا يمتلكون الخبرات عوامل تضاف إلى سابقها يكشف المونيتور عن تحقيق نفوذ ومصالح تختبئ وراء الفوضى وهي الوجه الآخر للفساد الذي يبقي العراق في عزلة تامة عن شراكات تصنعها الحكومة مع دول عربية وعالمية حال توصل إلى نتيجة واحدة أن إعاقة أهداف الحكومة بالاستثمار تقتل تحقيق مطالب العراقيين ترجمة نانسي قنقر